اسمحي سيدة المستشار نبدأ مع حضرتك جولتنا الإخبارية بتصريح مهم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيقول فيه الرئيس وجه بتكثيف العمل لتوطين الصناعة لخفض فاتورة الاستيراد وأكد كمان أن ملف الصناعة بيحتل أولوية قصوى على أجندة أولويات عمل الحكومة وإحنا بنعمل على حل المشكلات المتركمة منذ عشرات السنين في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري وعلى رأسها بالطبع رد مستحقات المصدرين كما نعمل على المضي قدما في اتخاذ خطوات جادة من أجل تعميق تصنيع المحلي وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج مشيرا إلى أن النهوض بقطاع الصناعة يسهم إلى حد كبير في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية سيد المستشهور يعني إحنا ما بنتكلم على الصناعة فإحنا بنتحدث عن أحد أهم دعائم الاقتصاد في أي دولة بشكل عام في توجه من الدولة المصرية بزي ما تكلمنا كده في الخبر بتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج وتوطين تصنيع المحلي بشكل عام حياتك شايف ملف الصناعة الآن إلى أين وصل في مصر ومدى همية الاهتمام بهذا الملف الآن زي ما حضرتك كده وقلت في المداية ما فيش دولة تتقدم بدون صناعة قوية قطاع الصناعة هو قاطرة أي تنمية في أي دولة متشابك وبالزداد قطاع الصناعة هتلاقي حضرتكم متشابك مع قطاعات كتير أخرى قطاع الصناعة المصري هو قطاع عريق وقديم كن كلنا نشهد بالنهضة الصناعية من أي محمد علي الصناعة في مصر صناعة متميزة وحبين برضو نشير على الرغم أن طبعا الاقتصاد العالمي والصناعة العالمية كلها تأثرت ببوجة بجائحة كورونا العالمية تزبوط يمكن إحنا في مصر الحمد لله تعالى من ضمن الدول القلائل جدا الرغم من هذه الجائحة كان نسب نمو الاقتصاد بتاعنا قد نسبة عليه تصل لتلاتة ونصف في المية قطاع الصناعة كان بيمثل في ظل هذه الجائحة ما يزيد عن 17 وكثور في النمو المحلي فبالتالي هو بيمثل مش هاوزين نقول من القطاعات المهم لا هو القطاع الأهم في الاقتصاد المصري طيب القطاع الصناعة ده هل بيواجه مشاكل؟ أه بيواجه مشاكل هل إحنا محتاجين الاهتمام بيواجه خلال الفترة الجاية؟ أه محتاجين الاهتمام ولكن ما ننساش أن الدولة المصرية برضو خلال الفترة اللي فاتت كان علي أكتر من محور إذا كان محور تمويلي أو تصويجي أو حتى تشريعي كان الاهتمام كبير جدا 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 بقطاع الصناعة نشوف المبادرات الكثيرة اللي أطلقت في خلال الفترة اللي فاتت ما بين إسقاط ديون ووضع البنك المركزي لتمويل الصناعات بمزيدة عن مئة مليار جنيه في كل حديث وفي كل رقاء من السيد الرئيس مع المصنعين ومع الجمهور لا لابد من الاعتماد على الصناعة المصرية والكلام من ده في كل شغلنا القانون فيه عندنا قانون بينظم أنه بيستلزم أنه لابد أنه يبقى شراءنا بذات شركات القطاع العمال أو القطاع العام أنه لابد كله يبقى منتجاتنا منتجات مصرية وكمان في نقطة مهمة سيد المصرية فكرة توطين مستلزمات الانتاج لأنه ممكن يكون عندنا الصناعة ولكن مكملات هذه الصناعة توقفية مشكلة فبتزود من الاستيراض لكن هنا فيه توجه عام من الدولة بأنه لا يكون حتى المستلزمات دي موجودة ومتوفرة في مصر هنا برضو لابد أنه نشيره أنه كانت فيه سياسات إصلاح اقتصادي خلال الفترة الفاتد قدت بنا بخفض الاستراض كان عندنا طبعا كلنا كنا شاهدنا الفترة الفاتد قبل الإصلاح الاقتصادي كنا نشوف بنستورد كل حاجة مجلس في حين ما نستوردهش لكن كان فيه سياسات اقتصادية في الآخر نتجت بالإجابة على الاقتصاد المصري أنه إحنا قللنا من الآن المناداء أو اقتماع بتاع السيد الرئيس الوزراء أو تصلاحات السيد الرئيس الوزراء ان بالفعل ان حضرتك احنا عندنا انتاج كبير وعندنا مصانع كبيرة في الدولة المصرية وعندنا وصلنا في بعض الصناعات لكفاية في الانتاج المحلي ويمكن محتاجين ان احنا نشجع عشان التصدير فبالتالي لابد ان انا اوطن بقى وشجع الانتاج المحلي في مستلزمات هذه الانتاج لان انا في توطين هذه الصناعات والاعتماد على هذه الصناعات بيبقى مرضود كبير جدا في التجرير والقضاء على البطارة في رفع النسب النمو في الدولة في الاقتصاد في تقليل خروج العملة الاجنبية الى الخارج وبالتالي مرضود والاجابة على الاقتصاد مصري هناك فوقت كثيرة جدا من هذير فبالتالي ان شاء الله تعالى احنا متفائلين خير في خلال الفترة القادمة احنا شايفين ممكن ان الكل برضو كان بيعتب ايه كم من الانشاءات اللي بيتم ده من الطرق والكباري مدن الهديدة اه مدن كل ده هيعود بقى في الاخر انه بيشجع لي الاستثمار بيشجع لي على الصناعة بيشجع لي على المصانع يبني مصنع ما لم يكن عنده طريق كويس عنده بنية اساسية في القهرابة وده الناخ الجازي بالاستثمار ومن هنا برضو اننا لابد ان احنا نعمل مناشدة للمستثمرين المصريين ما لم يشيجلنا مستثمرين احنا مش نعتمد على المستثمر الاجنبي لابد ان احنا نعتمد الاساسي على المستثمر والمصنع المصري المصنع المصري المستثمر الاجنبي او المصنع الاجنبي مشيجي الا ما يلاقي المستثمر المصري والمصنع المصري موجود وموجود بقوة داخل السوق المصري مزبود. مزبود ساتم ستشار.